اشتركوا في القناة وخصوف القمر المكتمل وعننا زوايا كثيرة فعشان هيك بدنا تركيز لأن زوايا هاي تأثيراتها بتعتمد على فترة ثلاث عيام أو أربع عيام قادمات بالنسبة للقمر اليوم موجود في منزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وست دقائق من مساء الليلي هاي اللي هو موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر موجود في برج الثور معناته اليوم منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المهل من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكن أيضاً الاهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات أو قضاء وقت منتع بالبيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً اليوم في عنا زاويتين رح يظهروا على الساحة والزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية ما بين عطارد وما بين أورانوس وهاي طبعاً تأثيراتها من اليوم 8-11 ولغاية 10-11 دروتها يوم 9-11 الساعة 42 دقيقة صباحاً هاي زاوية هي سبب رح تكون في التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن يضرب بصحتنا أما دولياً فهي بتدل على انتقاد الصحافي والجرائد لتراجع المردود في القطاع الفلاحي وكذلك الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وبتشهد هاي الفترة برضو إضرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العاملة في قطاع التعدين أو المناجم أو تحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ وممكن يتم الكشف عن بعض الحقائق التاريخية المغلوطة أو فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها من اليوم 8-11 ولغاية 11-11 دروتها يوم 10-11 في تمام الساعة 7-51 دقيقة صباحا بتصيبنا حاليا من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصاحب علينا إيجاد حل بعض المسائل إن يعني بتخلي شوي تجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء والتهور وهذا وقت غير مناسب للشراكات وما لازم نعتمد على الحدث في هذه الفترة بتدل دوليا على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هذه الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية واحتمال وقوع تفجيرات أو زلازل وممكن تشهد هذه الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض الرجال الصحافة والكتاب للمتابع القضائي القضائي أو الاعتقالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهراء وبين زحل وهذه تأثيراتها لغاية يوم 9-11 طبعا ذروتها كانت يوم أمس 7-11 بتنقطع العلاقات العاطفية ضعيفة إلى غير رجعة بعض المؤسسات المالية والبنوك بتعرف نوع من أنواع الاضطراب في المداخيل بسبب سوء التدبير أو التبذير وهذه الفترة لا تصلح للمضاربات المالية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهذه تأثيراتها لغاية يوم 15-11 طبعا بتخلق مصاعب وعراقية اللي بتحتاج منها أن نبدو الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبالدل على تراجع اهتمام الحكومي بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعة ثقيلة وإضرابات في البورصة والأسهم والأمور اللي لها علاقة بالمضاربات المالية وقلة الاهتمام بالنسبة للحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين والعمال المناجم وتضييق الخناق الأمني على الشعب كما بزيد نفوذ المحافظين والمتطرفين والمتعصبين لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين أورانوس وبرضو هاي تأثيراتها لغاية يوم 12-11 بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهاليهم غالبا بأي زوايا سلبية ما بين الشمس وما بين أورانوس بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تكون ذروتها فعن أول زاوية زاوية تقابل سلبي بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 10 و43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها طيلة اليوم بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحبار ذكرياتهم من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الحدث اللي تأثيراته طبعا من يومين بلش أو من يوم أمس تحديدا كانت قمة الضغط فيه ورح يستمر هذا التأثير لغاية يوم الخميس تقريبا هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس وهاي طبعا رح تكون الساعة 11 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج وهاي برضو نفس زاوية التقابل اللي هي اكتمال القمر الكامل هي زاوية اللي بتشكل الخسوف المكتمل للقمر بنفس التوقيت هذا الاتصال بخلق حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وبما أنه هاي الزاوية لها علاقة بخسوف القمر فخسوف القمر إجمالا في أي وقت هو تتأثر في عواطفنا إما أن تعم فوضى في حياتنا أو تتضح الرؤية إلنا أكثر من الناحية العاطفية فبنتخذ اتجاه عاطفي جديد أفضل من الفترة الماضية بيكون إما إيجابيا أو سلبيا لصالحنا طبعا في حلقة نزلت على القناة من يومين أو يوم السبت نزلت هي لها علاقة بالخسوف وشرح وتأثيراته وتحذيراته على جميع الأبراج أما بالنسبة لأثار الخسوف دوليا فبيقع بما أنه الخسوف رح يكون في برج الثور البرج الثور المسؤول أو المتحكم في أمور عالم المال والبنوك وسوق الأسهم والاستقرار المالي والاقتصادي والبورصة والزراعة والبستنة والصناعات اللي إلها علاقة في هاي الأمور طبعا هنا من نحكي أنه من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس ما بدهم يكونوا حذرين جدا اللي بيتعاملوا في الأمور اللي إلها علاقة بالمغامرات المالية أو المجازفات المالية لأنه ما رح تكون لصالح أحد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون الساعة 12 و 46 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون الساعة 14 و 19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعة تقريبا الضحى أو ما قبل الظهر بقليل ولغاية منتصف الليل فمن واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا ولا نعتمد على الحضوظ وبيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي تأثيراتها طبعا رح تظل مستمرة لغاية يوم 14-11 دروتها اليوم الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون ذروتها ساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الظهر لساعات ما بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنه بالفترة هاي بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون قبل منتصف الليل بسبع دقائق يعني الساعة 11 و53 و50 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء يوم الثلاثاء على الأربعاء أو عند منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء يعني تأثيراتها من مساء يوم الثلاثاء ولغاية صباح يوم الأربعاء هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليفة أنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عن العنق والحنجرة الحبل الصوتي الغد الدرقي اللوزتين وتفاحة آدم وهذا اليوم لا يصلح لإجراء العمليات الجراحية بأنواعها كافة إلا إذا كانت العمليات اضطرارية وما في مجال للتأجيل هذا اليوم أيضاً غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي ولا الصبغ ولا الحنة ولا حتى الأمور اللي العلاقة بالقص العلاجي يعني يوم روتيني بدون أي شيء له علاقة بمظهرنا العام أو بصحتنا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة تسعة أحد عشر بيبدأ خلو المسار الساعة 11 و 59 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 31 دقيقة بعد الظهر لا يستقر القمر بعدها في الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 22 و 22 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيتش بصير عمره 15 يوم نسبة الإضاءة بتصير 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 45% القمر في الثاور حتى يوم 9-11 منتحس الآن بنسبة 75% في ساعات المتأخرة من الليلة لهلالة الاثنين يعني قبل منتصف الليل بقليل بترتفع نسبة النحو سلمية في المية وبتستمر خلال أيضاً طيلة يوم الثلاثاء وها جزء من يوم الأربع أو حتى يمكن لمساء يوم الأربعاء عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر اليوم موجود في بيت المال وطبعا بما أنه من المفروض أنه يحمل معاه فرص مالية بتكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم وهي يعني فترة من المفروض أنها تكون جيدة من ناحية مالية أو عاطفية أو مهنية ولكن اليوم ضغط كبير على المستوى المالي رح يكون ما بين مصريف أو فقدان أموال أو بعض المحتالين ما في داعي للمغامرات أو المجازفات المالية أو التعصب لوضع مالي معين أو حتى أنك إقراض المال بدك تنتبه على كل شيء له علاقة بالسوق المالي أو بالوضع المالي لأنها فترة سلبية ضاغطة وحاول أنك تفكر وتستشير وتناقش بهدوء وتبتعد عن اتخاذ القرارات الحاسمة اللي بتتعلق في الأمور المالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هو من المفروض أن ثقتكم بأنفسكم اليوم تكون أحسن من الأيام الماضية إلا أنه قسوف القمر شوي رح يعمل نوع من أنواع الضغط عليكم فعشان هيك اليوم حاول أنكم ما تبادروا لخطوة جديدة حاول أنكم تكونوا روتينيين بحياتكم في بعض الدعم النفسي رح يكون ولكن التقلب المزاجي وعدم التركيز رح يأثر عليكم بشكل كبير بترتفع عندك المعنويات بشكل جيد خلال هذا اليوم في نوع من أنواع النشاط ولكن التقلبات المزاجية أو التقلبات العاطفية هي أكثر شيء رح يسيطر عليك خلال هذا اليوم حاول أن قدر الإمكان ما تتخذ أي قرارات إلها علاقة بشخصيتك أو بعاطفتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنتم تعتبروا من الأشخاص الأكثر ضغطا لأن الخصوف في بيت المتاعب وأيضا القمر في بيت المتاعب فهذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم راح تجدوا أن اليوم هذا في نوع من أنواع الهدوء الملل بتراوح أعمالك مكانها بتخيب أعمالك لسبب ما أو لسبب آخر حاول أنك اليوم ما توقع على عقد ما تحسن أمر انتبه من بعض الأشخاص اللي بيتأمر عليك بالخفاء فترى فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها نهائيا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم كله راح يكون له علاقة بالأصدقاء وعلاقاتكم الاجتماعية ولكن حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم حاول ضبط الأعصاب بالعلاقات الاجتماعية أو مع الأشخاص اللي بتعرفهم لأنه ممكن تصرف ما يستفزك وانت حساسيتك عالية اليوم ممكن تحصد بعض التأييد باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بقى أهم شيء زي ما حكينا حاول أنك ما تكون حد الطباع أثناء التعامل مع الأشخاص اللي حواليك أو اللي بيتعاملوا معك أو أصدقائك أو بعض المعارف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم من المفروض أن يكون يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن للأسف الشديد هذا اليوم رح يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة أو التململ أو التأخير أو التأجيل لهاي الأمور حتى ممكن اليوم يكون فيه سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المسؤولين في مكان عملك حاول قدر الإمكان تضبط عصابك ما في داعي للمغامرة أو المجازف أو مخالفة القوانين طبعا بمأن القمر في بيت السمعة حاول خلال اليومين القادمات أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان من أي تصرف ممكن يشوي سمعتك أو يحط عليك علامات استفهام أو تخضع من خلال تصرفاتك للمحاسبة وبدك تدير بالك من العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا أغلب ضغوطاتهم رح تكون بأشياء إلها علاقة أما أشخاص خارج البلاد أو موضوع بيتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة أو بتنقلاتكم على الشوارع المفتوحة هذول الأمور الأساسية بدك تنتبهون لها حتى اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض ديروا بالكم من سوء التفاهم اللي ممكن يصير ما بينك وبين أحباءكم طبعا الفترة هاي بسبب الخسوف اللي موجود في البيت التاسع فبضغط عليكم في كل الاتجاهات اللي تتعلق في هذا الموضوع تعتبر هي من المفروض انها فترة مناسبة ممكن يجيك خبر أو اتصال أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن ما بتكون بالشكل المطلوب اللي انت بترغب فيه برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة فعشان هيك منقول لك اليوم دير بالك من أن أي مغامرة مالية مهما كانت بسيطة بنظرك حاول انك انت تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو عدم التركيز حتى بمحاسبيتك لبعض الأمور لأنه ممكن تتحاسب على أي خطأ أو أي تقصير في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبورصة أو الأسهم أو السوق المالي إذا انت بتشتغل في هذا المجال بدك تكون حذر ما في مجال المغامرات المالية أو تكفل حد أو تضمن حد كله رح يكون ضدك مش لصالحك برضو الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو المنزل أو صحة أحد الأحبة فممكن تظهر بعض المسائل اللي شوية أرقك أو تلفت انتباهك خلال هذا اليوم ماشي في بعض الأمور اللي إلها علاقة ببنك ضريبة وتأمين ممكن تظهر على الساحة ولكن ما تأخذ إنها رح تكون لصالحك دائما برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود مقابلكم تماما وهذا الشيء بأثر على طاقتكم بشكل كبير ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو فتور في العلاقة ما بينك وبين شركائك بالعمل أو بالعاطفة أو ما بين الأزواج أو سوء تفاهم أو كلمات غير مفهومة أو حتى حدية بالطباع فبدكوا تضبطوا أعصابكم ما في داعي اليوم برضو لأثناء تعاملكم مع الغير من العصبية أو نبرة الصوت المرتفعة أو الحساسية الزيادة انتبه على صحتك من بعض التقلبات وحاذر من تأزم لأي خلاف مهما كان بسيط خلي كلامك يكون واضح وبهدو وبدون عصبية تفادي لأي سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا التركيز كله رح يكون على العمل ورح يكون على الصحة فبدكوا تحاولوا قدر الإمكان تعملوا بشكل روتيني وفي نفس اللحظة ما تبادر لعمل جديد حاول أنك تشتغل الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم ما ترهق حالك بشكل كبير رح يكون في عندك كثافة بالاتصالات والمسؤوليات إن كانت عائلية أو مهنية وفيه إشي رح يستفزك في هذا المجال حاول أنك تضبط أعصابك برضو بتكون تنتبهوا على بعض التقلبات الصحية أو الشعور بالوهن أو التعب أو الإرهاق طبعا هو بسبب الخسوف ونحوست القمر بيضغط عليك على الأمر العمل والصحة وحاولوا ما تفرضوا سلطتكم على زملائكم في مكان العمل أو تكبروا خلاف ما بينكم وبينهم برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا أنتوا أكثر ناس بدكوا تنتبهوا من المفروض أن القمر موجود في بيت قوي جدا لإلكم اللي هو علاقة بالأحبة والأبناء والعاطفة ولكن بسبب أنت حاسته والخسوف هنا المشكلة رح تكون عاطفية أكثر أو مع أحبائكم أكثر سوء تفاهم نقاش حاد فتح مواضيع قديمة ارتفاع بالصوت الحساسية الزيادة الشك الغيرة تقلب المزاج هاي كلها ممكن تظهر خلال هذا اليوم بدك تحذر منها حاول ما تتجارة معها ما تكبر الأمور ما تعمل أي خلافات على أساس أنه ما تصل لحد القطيعة أو حتى مشاكل ممكن تستمر لفترة طويلة فأضبط حساسيتك قدر الإمكان ما تغامر ما تجازف ما تدخل بأي تهورات إلها علاقة بالمغامرات اللي بتعتمد على الحضوض ماشي ممكن يكون فيه أشياء إيجابية خلال هذا اليوم ولكن أنا بحذر من أكثر إيش سلبي عشان تكون حذر برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو التركيز كله رح يكون على البيت والشؤون العقارية على الأمور العائلية هاي أكثر الأشياء اللي اليوم بدك تنتبهلها ما بين خلافات ومشاكل وضغط وسوق تفاهم أو أعطال منزلية أو حدية بالطباع أو حتى تهربك من المنزل لسبب أو لآخر لأنك بدك تهرب من الضغط يعني هاي الأمور اللي رح تكون مسيطرة عليك الجو الجو ضاغط المسؤوليات كبيرة ممكن تكون على ارتباط مهم فجأة يصير مشكلة يتأجل يصير خلاف في هذا الموعد ومصاريف منزلية هدول الأمور اللي بدك تحذر منها خلال هذا اليوم وحاول قدر الإمكان تكون مرن وتجاوز أي ضغوطات على أساسا ما تكبر الأمور وتفقد السيطرة وتكبر المشاكل برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا التركيز كله رح يكون على التنقلات والاتصالات والحوارات والامتحانات فعشان هيك هدول الأشياء كلها بدك تكون حذر من أي شيء متوقع له علاقة بسلبيتها يعني اللي عنده امتحان بده يدرس وما يعتمد على الحظ اللي عنده سفر بده ينتبه أثناء تنقلاته أثناء قيادته للسيارة الاتصالات حاول تكون مرن حاول أنك ما تكون عصبي حاول تخلي كلامك واضح لا تفقد السيطرة على أعصابك لأنه ممكن تنفهم بطريق الخطأ حاول أنك اليوم تقلل من النزهة أو النزهات أو تغيير الجو أو الترفيه لأنه مزاجك ما رح يتقبل هاي الأمور في تقلبات بالمزاجة عالية جدا ممكن يصير فيه سوء تفاهم ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران حاول أنك ما تعصب يعني بمعنى آخر كل الأمور اللي ذكرناها ممكن يكون فيها بعض الإيجابية ولكن المخاطر موجودة فعشان هيك حبيت أحذر أكثر ما إني أحببك في اليوم هذا وبعدين يطلع فيه كثير من الأشياء اللي من المفروض نبهتك عليها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم